في اليوم الخامس والسبعون بعد المائة للحرب على النجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ستة عشر أخرين بقذيفة مضادة للدروع في أحداث تطور للأحداث في غزة أما على جبهة الشمالية توعد وزير الأمن الإسرائيلي يو أفغالاند بتوسيع الحملة العسكرية في جبهة الشمالية مؤكدان زيادة الهجمات ضد حزب الله وفي ذات السياقة على النجيش الإسرائيلي اغتيال علي عبد الحسين نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ في حزب الله سنناقش كل هذه التطورات بعد قليل مراسلنا عمر ربيع تواجد في باب العمود وأعد لنا التالي نعم هلا إذن نتواجد في باب العمود وهو أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة في القدس والمؤدي إلى الحرم القدسي الشريف إذن هنا الأجواء هادئة احتفالية نوعا ما لأن الصائمين يقومون بالتواجد في هذه المنطقة من أجل الترفيه عن أنفسهم بعد الإفطار واستعدادا لصلاة قيام الليل في شهر رمضان المباركة وهي صلاة الترويح أريد أن نشير إلى أمر آخر وهو أن الفترة القادمة أو التي نتواجد به الآن هي فترة العشر الأواخر من رمضان في هذه الفترة يلجأ المسلمون والمصلون بشكل خاص إلى الاعتكاف داخل المساجد وهذا الأمر أيضا صحيح بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك العديد من المصلين يقومون بالتعبد عن طريق المكوث فترة طويلة جدا أيضا في ساعات الليل في المساجد للتعبد وبالتالي فإن الأمن الإسرائيلي أيضا يقوم بأخذ بعين الاعتبار والأخذ بالحسبان بأنه يمكن أن يكون هناك توتر جراء هذا الأمر وبالتالي فإن الشرطة الإسرائيلية أيضا قامت بتعزيز تواجدها وانتشارها حينما دفعت بثلاثة ألاف عنصر في جميع أنحاء وأرجاء المدينة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي نريد أن نشير أيضا إلى أن هذه العشرة أيام يتخللها أيضا ليلة القدر وفي هذه الليلة يعني يكون هناك حضور كبير جدا في المسجد الأقصى المبارك ومن كل المناطق من إسرائيل أيضا من الأراضي الفلسطينية أولئك الذين منحهم الأمن الإسرائيلي يعني التصريح للدخول لهذه المنطقة بمناسبة حلو شهر رمضان المبارك وبالتالي فإن الاستعدادات لهذه الفترة هو استعداد كبير جدا خصوصا وأنه يتزامن مع الحرب في قطاع غزة ومن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تواجد مراسلنا بليغ صلدين وبأعد لنا التالي نعم إذن يوم مليء بصافرات الانذار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في شمالي إسرائيل بدأت منذ صباح اليوم بعد التقارير التي تحدثت عن استهداف إسرائيلي لشخصية قيادية في حزب الله عسكرية قيادية وتبين لحقا على الحديث عن نائب القائد المسؤول عن كل وحدة الصواريخ في حزب الله في جنوب لبنان ما يعني أننا ربما نتحدث عن أكبر اغتيال منذ بداية هذه العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله صافرات الانذار كانت على الحدود في الجليل الغربي وكذلك في الجليل الأعلى وصلت إلى فالسوطة كذلك وكانت في صباح اليوم في كريات مشمون أيضا وكان هناك استهداف بصواريخ بركان كما يقول حزب الله في ثكنة بارانيت ووقعت الصواريخ أيضا في مناطق مفتوحة هناك ولكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يعلن عن تفاصيل محددة حول ما كانت نتيجة هذا الاستهداف من قبل حزب الله الذي يقول من جانبه أنه أوقع إصابات مباشرة ولكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يكون هناك حضر نشر وبعد الإعلان الرسمي فقط يسمح بالحديث عن التفاصيل وحتى الآن لا يوجد تفاصيل إضافية بما يتعلق بهذه الضربة في هذا الموقع العسكري كما نقول إذن العمليات أو هذه التطورات الميدانية تأتي أيضا على وقع عدة تطورات كذلك على المستوى الدبلوماسي اليوم وللمرة لن أقول الأولى ولكن من المرات النادرة التي فيها روسيا الخارجية روسية على وجه التحديد تستنكر الاستهداف الذي تنسبه لإسرائيل في محيط مطار حلب الدولي في سوريا المصد السوري حقوق الإنسان يقول أن 44 شخصا قتلوا في هذه الضربة منهم عناصر تابعة لحزب الله وكذلك عناصر تابعة للجيش السورية ومقربة من إيران بشكل عام إذن هذا الاستنكار الذي يأتي من قبل الخارجية الروسية يقول أو تقول فيه الخارجية الروسية أن هذه استفزازات من قبل إسرائيل وتعلق عليها بشكل سلبي بطبيعة الحال ربما هذا يعني طبعا يوضح أيضا التوتر بين إسرائيل وروسيا خصيصا بعد الحرب في أوكرانيا وانضمام إسرائيل إلى الجانب الغربي أكثر وجانب الداعم لأوكرانيا بطبيعة الحال رغم من طبعا تواصل العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل عام إذن هذا الاستنكار أيضا حول هذه الضربة المنسوبة لإسرائيل استمعنا كذلك إلى تصريحات من قبل وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف جالانت الذي بالمناسبة كان قد تواجد في مقر القيادة الشمالية في صفد في لحظة استهداف هذا العنصر أو القيادي في حزب الله ويقول جالانت في هذه التصريحات بما يتعلق بالضربة المنسوبة لإسرائيل في سوريا أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته بداية ضد حزب الله وينتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وملاحقة عناصر حزب الله أينما كانوا يسمي عدة بلدات في لبنان نعلم أن الجيش الإسرائيلي استادف عناصر حزب الله فيها منها بعلبك وكذلك صور وصيدة وعدة بلدات كذلك في العمق اللبناني ومن جهة أخرى يقول سوف نلاحق أيضا عناصر حزب الله في أماكن أبعد من ذلك يسمي دمشق ويقول أبعد من دمشق حتى هذا يذكرنا طبعا بالعملية المنسوبة أيضا لإسرائيل في الحدود العراقية السورية في بداية هذا الأسبوع كل هذا ونقول بقد في النهاية أن نصر الله يبدأ في خطابه في هذه اللحظات بمناسبة ليلة القدر وعفوا من المفترض أن يتطرق أيضا بحسب طبعا التوقعات إلى الحرب الدائرة في خطاع غزة والعمليات العسكرية التي تقوم بها أو يقوم بها حزب الله ضد إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وطبعا هذه الأمور تأتي على وقع طبعا التصعيد في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة بشكل نرام وأريد أن نرحب بضيفي دكتور جاك نرياض ضبط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء أهلا بك دكتور جاك دكتور جاك الجيش يستعد لعملية في رفح ولكن عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح ألم يحن الوقت للتفكير في حل آخر غير الحرب؟ سؤال فضيع بس يعني اللي بقرر هو الحكومة والحكومة يعني قررت أن الحرب حتى رح تضلت رح تضاينت حتى من تخلص إزالة الوجود العسكري والسياسي للحماس بقطاع غزة لا سبب لأن نحن شايفين كمان أنه الواقع على الأرض أنه الجيش الإسرائيلي ما عم يتقدم لا على رفح ولا على النصيرات ولا على دير البلح وكل الجهود هذه بتكون على المستشفى الشفا والناصر وأمل وغيرهم من الأماكن اللي بيتخبوا فيها المخربين حماس ناطرين لأنه الحل الأمريكاني الأمريكاني طالبين من إسرائيل وصول وفد لواشنطن حتى يتحدثوا معهم على كيفية العمل برفح الأمريكان في عندهم خطة وبدون يفسروا على الإسرائيلية والإسرائيلين لازم يفهموها ويقرروا أنه إذا حيقبلوها وإذا حيقبلوها يعني قضية الاشتياع رفح مش هتكون بعد يومين ثلاثة لازم أول شي يكون نزوح لكل النازعين اللي كانوا من الشمال للجنوب هذي أول شي لازم يرجعوا لبيوتون لا أماكن آمنة بقطاع غزة هذي أول شي وتاني شي مثلنا بقالي الأمريكان يعني الدغط اللي حيكون على الأرض مش حيكون رحي شابه اللي كان بدل الحرب على كل حال يعني القوات الموجودة بغزة اليوم يعني من أقل من أربع ألوية يعني نتذكر أنه ببداية الحرب كان في 8 فرق يعني تقريبا 32 ألوية بغزة يعني اللي بيقل منه أربع ألوية لها السابق يعني الدغط اللي عم يتمركزه على خان يونيس وعلى تضيف خان يونيس وبعدها معا ما يكون فيه قرار مع الأمريكية رح يكمل الحرب أنا مش شايف أنه رح يكون فيه حسب ضغط الشعبي وضغط الحكومة أنه رح يكون فيه توقف بتلاق نار يعني موقف بتلاق نار يعني النهائي والنهاج والحرب لأنه أنا شايف أنه الوسائل السياسية والصفقات على المخطوفين مش رح تنجح لأنه الموقف حماس ظلوا مثل ما كان من الأول يعني كانوا متعندوا أنه أول شيء لازم يكون نهاية الحرب ثلاثة لازم يكون انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع الزوات ثلاثة لازم يكون إرجاع المدنيين تركوا بيوتهم من الشمال لجنوب إلى بيوتهم بالشمال لا يعني بها ثلاثة شروط هذه الإسرائيل ما فيها تقبلها لا سبب أنا شايف أنه نحن عم نتقدم شوي شوي يعني بعد انتظار كم يوم يما كم أسبوع لا اشتياح رفع آتي يعني هل يمكن أن نعتقد أن العملية في رفع ستبدأ أما بعد شهر رمضان أم بعد عيد الفطر لمحالة طبعا أكيد أكيد بعد عيد الفطر لأنه حتى ما تطلع الوثل إلى واشنطن ويرجع ويفسر للجيش والجيش يحضر حاله والقرار يتخذ بالحكومة يعني الحكومة هو بالمناسب بهذا النتانياو إذا مش هيكون فيه شيء على الأرض يعني مش هيكون فيه تأدن من وقت الوثل إذا كان حيكون فيه استخبارات يما على معلومات على وجود قيادي حماس بمكان كذا وكذا رح يكون فيه ضربة من الجو يما من المتعية يما رح يكون عملية كوماندو على سات المحل أفترون هيك أنا مش هيك بالأسبوع والأسبوعين الجايين نعم يعني دكتور جاك يعني نفهم أن الأولوية هي للعملية في رفع وليس لإثنان صفقة التبادل يعني إذن لماذا يرسل نتانياو رئيسي أشباك والموساد إلى الدوحة والقاهرة ما المغزم هذه؟ نعم تفضل في ضغط شعبي في ضغط شعبي طالب بصفقة للمخطفين لأنه هذا كانت مسؤولية الحكومة من ساعة أكتوبر وفشل الحكومة وفشل يعني بارز فزيع يعني ما كان مثله من خمسين سنة مثل هالفشل في ضغط شعبي وفي ضغط كمان داخل الحكومة طالبين من نتانياو أنه يجرب يتوصل على أي صفقة مع حماس لأنه الوقت يعني بها صار ضيئ كتير ويعني من يوم ليوم نحن عم نعرف أنه في ناس يعني في مخطفين يعني باقيين على قيد الحياة وغيرهم يعني صاروا بين الأموات يعني نحن مش نحن نمطق أنه 134 تابوت يرجعون لأسرائيل إسرائيل لازم نجرب يعني نعمل كل جهد ما معقول حتى نتوصل على أي صفقة وهذا الوضع اللي إسرائيل هدتها البطول هذا السبب يعني فيه مثل ما قالت فيه أولوية أولوية أنه محاربة محاربة حماس والأولوية الثانية هي كمان يعني المخطوفين الإسرائيليين وهذه الأولوية الثانية هي هو الهدف الرئيسي للحكومة يعني غيره ما في شيء نعم ولكن يعني أنت تقول أن الأولوية الأولى هي محاربة حماس وليس إعداد المخطوفين صحيح؟ حسب رئيس الوزراء حسب نتانياه هذا هو أولويته يعني أولويته هو عارب إذا وصلنا على وقف إطلاق نار يعني مثل ما بشروط حماس يعني إسرائيل خسرت الحرب هذا يعني مش معقول من الجانب الإسرائيلي هو مصمم أنه يتوصل على هدفه هو التقلص من الوجود السياسي والعسكري لحماس يعني لها سبب أن الأولوية هي أولوية محاربة حماس وبزاد السياق يعني ما ننسى أنه فيه كمان المخطوفين نعمل كل جهة معقول لأنه فيه كمان ضغط أمريكياني وفيه ضغط من جانب قطر ومن مصر أنه نتوصل على أي صفقة وإذا كنت رح تتوصل على صفقة رح تكون أول شيء صفقة للأولاد والنسوان والخدياريين والمرضة يعني اللي باقيين رح يكون الجلود اللي باقيين هذه آخر صفقة وهي رح تكون بجوز بعد الحرب يما مش هتكون بالمرة نعم ابقوا معي دكتور جاك أريد أن ننتقل إلى قطاع غزة وأريد أن نرحب بالصحف المختص بالشأن الفلسطيني سهيل ناصر أهلا بك سهيل سهيل بداية ما هي آخر التطورات الميدانية لديك في القطاع نعم الأوضاع على حالها داخل القطاع وفي كل لحظة بكل تأكيد هي للأسف تزداد سوءا قبل قليل في منطقة بيت حنون هناك إطلاق نار وأيضا في شرق بيت حنون إطلاق نار وقنابل إنارة أيضا في تلك المنطقة إضافة إلى ذلك أيضا في محيط مجمع الشفاء الطبي الذي لم يصبح طبيا حتى اللحظة بعد تدمير كل مكونات الأسفية كتقديم خدمات ورعاية صحية وطبية للمرضى والمواطنين وحتى للمصابين أيضا يسمع بين الفين والأخوانات إطلاق نار متقطع في تلك المنطقة وما زالت أيضا المدهمات الإسرائيلية والتفتيش الإسرائيلي مستمر حتى اللحظة في المناطق أيضا الوسطى أو تحديدا في المناطق الجنوبية يعني هنا في رفع حدوء حذر إضافة تعديل مع استمرار الجهد الاستخباراتي إضافة إلى ذلك في منطقة خان يونس أيضا هناك بعض إطلاق نار متقطع هذا الأمر أصبح يديا بالمناسبة وليس أو لا يندرج تحت إيصار الخبر العاجل إطلاق نار متقطع وأيضا أنه يكون هناك قصة بالمدفعية أيضا بشكل متقطع في بعض المناطق الشرطية لخان يونس والمناطق القاصلة ما بين خان يونس ورفع هذا أمرا للاسف أصلحة اعتيادية في تلك المنطقة إضافة إلى ذلك لأن أيضا بالعودة إلى مدينة بغلسة أيضا هناك أسرة بالكامل تم استهدافها من عائلة عبدو وحوالي أكثر من 12 شهيدا من هذه الأسرة حتى لحظة بعد استهداف منزلهم القريب من مجمع الشفاء الطبي يذكر بأن العديد من العائلات لم تترف شمال غزة أو حتى مدينة غزة وبالتالي بقوا إلى هناك والآن هم معرضون بشكل أو بآخر إلى حالات التجوية إضافة إلى ذلك لأن واضح حالة بأن الإحداثيات التي يعطيها الجيش الإسرائيلي للطائرات التي تسقط مساعدات إلى قطاع غزة هي متعمدة بأن تسقط بعض المساعدات في مناطق صعب الوصول إليها أو حتى تسقط في البحر هناك أكثر من ثمانية عشر شهيد ماتوا غرقا بسبب يعني محاولات للوصول للمساعدات التي سقطت في البحر ولكن بسبب المضلات التي سقطت ربما تشابكت أرجلهم وإستادهم وبالتالي لم يستطيعوا الخروج وبالتالي ماتوا غرقا بسبب المحاولات للحصول على الجداء إضافة للمساعدات مستمرة للدخول إلى قطاع غزان ولكن مهب إمكانيات ضعيلة وأيضا مع المناطق التي يتطلق فيها الإسرائيل السكان للتوجه للحصول على الجداء أو بعض المعونات وأن كانت هي معلبات تشكل أيضا خطرا على الصحة العام أيضا للمواطنين ولكن بالإضافة إلى ذلك أيضا يطلق النار على المواطنين في كل مرة تحديدا عندها شارع رشيد أو حتى ما يستطلق في شارع سلاح الدين ومسوية أيضا سهيل كتاب القسام استهدفت اليوم تجمع لجنود في خان يونس ماذا يقول هذا عن قدرات حماس في المنطقة يعني بكل تأكيد القضاء التام كما يتحديد في الجيش الإسرائيل على القدرات حركة حماس أو مقاتلة حركة حماس ليس بالأمر السهل هذا الأمر ليس فقط خلال أشهر أو خلال سنة يحتاج للكثير والكثير من الوقت وخاصة بأن عمليات القتال هي مشموعات مقاتلة وبالتالي هي تستطيع أن تموضع نفسها وتستخدم ما لديها خاصة بالنزولين الأنفاق ليست كلها مكشوفة ومعروفة بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبالتالي هناك الكثير من المجموعات المتبقية التي تستخدم وتعيد تجميع نفسها وبالتالي تستخدم قوها وما لديها من إمكانيات معينة وعمليات الرصد أيضا للجيش الإسرائيلي أو لتحركات الجيش الإسرائيلي في القبل عناصر المقام الفلسطيني هي أيضا مستمرة وبالتالي تساعد أو تحاول بشكل أو بآخر بما لديها من إمكانيات لتدمير أو استهداف ربما الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر التدمير الكامل الذي يتحدث عليه الجيش الإسرائيلي أو الحقوق الإسرائية والقضاء السام هذا أمر ليس مثال وأعتقد أنه بعيد المناء الخاصة بأن هناك لازالة الكثير من المجموعات متواجدة في شمال غزة ومديد غزة وبالتالي يعود الجيش مرة أخرى للدخول والسيطرة على منطقة معينة لإلقاء القبض ربما أو للإشتباك أو حتى للإكتيال لبعض القيادات أو حتى للمعنصر المقاتلة في المناطق مختلفة داخل قطاع غزة إضافة لذلك لأن المناطق الموجودة ما بين رفح والخانون هي مراتق مفتوحة وبالتالي حتى اللحظة عمليات الفصل التي يتم الحديث عنها إسرائيل اعتمد على معلومات لأن هناك مقاتلين ربما يتجولون بشكل أو بآخر ويذكر النقطة الأهم لأن تحركات أسفل الأرض هي ما يميز أيضا مقاتلين حركة حماس والفصال الأخرى وبالتالي هذا الأمر يعيق عملية الاستهداف المباشر ويعيق أيضا عملية التتبع للقيادات أو حتى للعناصر والنشطاء وبالتالي يصبح الأمر أكثر تعقيدا على الجيش الاحتلال ما يقابله أيضا من تحركات ميدانية يعني في كل منطقة يدخل إليها الجيش الإسرائيلي يكون هناك عمليات تدمير واسع وممنحج أيضا لكل منطقة يدخل إليها وحتى القضاءات المدفعية بالمناسبة هي عملية استهداف في أغلبها عشوائي وبالتالي تستهدف مواطنين تستهدف منازل حتى عمليات الأحزم النارية حتى أيضا استهدفات أكثر للسكان حتى يصبحوا بلا مأوى وبلا سكن ومتالي هذا يشكل أيضا عائقا وضغطا أكبر كما يعتقد الجيش الإسرائيلي على الفصائل من أجل التحرص بما يخص أيضا المفاوضات ولكنها واضح بأنها لم تؤثر بشكل أو بآخر وبأنها مواطنين حمال واضح حتى اللحظة نعم ابقى معي سهيل عودة لك دكتور جاك دكتور جاك ننتقل إلى الجبهة الشمالية قال أنت هدد بتوسيع الجبهة في الشمال وتكثيف هجمات الجيش إذن ما الذي تغير منذ الثامن من أكتوبر يعني التهديدات ذاتها والوضع لم يتغير أكيد أنه الوضع مش رح يتغير طالما حزب الله رح يضلوا على الحدود وطالما السكان الشمال مش رح يرجعوا على البيوت لها السبب يعني البرهان هو واضح يعني في إسرائيل وأمريكا وحزب الله وإيران مش معنين بالحرب ما بدون الحرب شامل لها السبب يعني مثل ما عم يقوله مثل ما عم يقوله نصر له يعني ده سياسه ويسياسة الضغط على إسرائيل تحتى يساعد حمار يعني مش أكتر من هيك بس يعني نحنا شايفين أنه إسرائيل قالت أنه هذا اللعبة الاستفزازية من جانب من جانب حزب الله ده كفانة كفانة الأسبوع الماضي كان أسبوع صعب كتير لحزب الله أكتر من تقريبا 40 أكتين بسخوف حزب الله أكتر من 5000 هدف استهدت بجنوب لبنان أكتر من 90 ألف لبنان يتركوا بيوتهم بجنوب لبنان وسلاح الجو والطيران الإسرائيلي عم يتصرف لبنان كأنه يعني أجواء إسرائيلية عم يضرب بالشمال عم يضرب بجنوب عم يضرب ببعلبك عم يضرب بالهرمر عم يضرب بجنوب بيروت بصيدة وصور وكل المحلات عم يتبرهن لحزب الله حتى ودمر قوات جوية لحزب الله والضرب الأخير اللي كانت اللي بسوريا بريف حلب بريف حلب أنه دمر مستودع من صواريخ حزب الله يعني هذا شغل قليم كتير لحزب الله لا سبب يعني إسرائيل عم تقول لحزب الله وإذا كان مش هتقبل التراجع من الحدود لخط اللي تاري نحن رح نجتاد رح نبلش الشغل بعد ما نكمل بعد ما نحضر حالنا يعني السؤال اللي بنسأل هو يعني إذا إذا المعادلة مضبوطة بتقول إسرائيل اللي طالب في جبهة جنوبية أنا مش هتعاني مع حزب الله لأي سبب يعني حزب الله لناطر أنه حزب إسرائيل تطلع على الجبهة الشمالية أنا أفكر أنه السبب الأساسي هو ردع هو ردع هو حزب الله ما بده يتغمر ويبنش عملية مع إسرائيل وأنه عارف أنه أول شي اللي وراء المسيحية أقتريت المسيحية ضدهم وأقتريت القرى المسيحية والدرزية بجنوب ضد حزب الله لا سبب يعني أنا شايف أنه أبوة الردع الإسرائيلي هي شوي شوي راجعة ولوها سبب يعني ما زلنا على حرب استنزاق من الجانبين نعم وأيضا نعم وأيضا دكتور جاك نحن نرى أننا نقترب من شهر نيسان أبريل يعني والجنود الذين تم سحبهم من جنوب غزة يستعدون للالتحاق بالخدمة على الحدود اللبنانية يعني نحن نرى أننا نحن بالفعل نقترب من حرب هناك إسرائيل آمنة أنه لحديد شهر خمسة يعني شهر ما أنه تكمل العملية برفح يعني تبلش العملية برفح وبالمخيمات بمركز غزة لا سبب بيكون مثل ما قلت يعني الجيش الإسرائيلي أعطى أوامر لجنوده لجنود الاحتياط أنه بشهر آخر شهر أبريل شهر آيار أنه يستعدوا للمواجعة بالخطوط الشمالية بس نطرين يعني الأوامر الأمر بعد ما نعطى يعني التحضيرات موجودة وكل شيء موجود على الأرض وأخير ثاني أنا شايف أنه إذا كان رح يكون فيه شيء بينه وبين حزبه رح يكون فيه اجتياح بري من جانب إسرائيل لحتى تتوجه لحديد الليطاني ولما نتوصل على الليطاني رح يكون فيه أراءه سياسي من جانب من جانب الولايات المتحدة أياما من جانب الأمم المتحدة نعم نعم دكتور جونس ولكن يعني 100 ألف نازح إسرائيلي في الشمال وفي حال اتسعت الحرب هناك يعني هل يمكن لمواطني الشمال أن يتحملوا كل هذا القضية مثل ما قالت مظبوط أنه من جانب إسرائيل 80 ألف تركوا ولكن من الجانب لبناني تركوا كمان ده ذات الشيء ذات الرقم يعني اللي عبطلة على المرأة يعني اللي صار بجانب إسرائيلي صار كمان مجانب لبناني اللي الخسارة اللبنانية أكتر بكتير تيد اللبنانية يعني الاقتصال اللبناني خسر أكتر من 2 مليار دولار من 8 أكتوبر لليوم يعني هذه الأشياء مش معقولي للبنان لازم نتذكر كمان أنه إسرائيل ما عم تحارب بس مع حزب الله إسرائيل عم تحارب فيه 9 فصائل بجنوب لبنان عم تحارب إسرائيل منها يعني الجماعة الإسلامية ومنها نعم أو مستوريا ومنها نعم وصلت الفكرة دكتور جاك نرياض ضبط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار صيد لرئيس الوزراء شكرا لك على كل هذه المعلومات وأيضا سهيل ناصر صاحفي مختص بالشأن الفلسطيني شكرا لك وشكرا لكم على حسن المشاهدة وعلى اللقاء شكرا لكم